طب لو حابين نعرف أكتر بقى عن ميقات صلاة الظهر وميقات صلاة العصر بالشكل أن أوقات بيحصل لبس يعني بيجينا أوقات مكالمات من المستمعين الكرام المشاهدين الكرام فصلاة الفجر لا مش ده اللي كان الوقت مختلف لا إحنا عارفين أن في التوقيتات والمواقية أوقات بتبقى مختلفة فإحنا عاوزين نعرف بالضبط من فضلتك يا شيخ محمد والسادة المشاهدين مواقية الصلاة إحنا عندنا يعني هنبدأ بالترتيب اليومي اللي هو الناس بيتعملوا كل يوم صلاة الفجر متى يدخل وقت صلاة الفجر يدخل وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الصادق إحنا عندنا فجر صادق وفجر كاذب الفجر الكاذب بيكون قبل الفجر الصادق بوقت قليل هذا يعني الفجر الكاذب ده لا يترتب عليه الحب يعني لا يترتب عليه أن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب إذا كان هيصبح صائم لا يترتب عليه أنه هو يصلي صلاة الفجر إمتى يدخل وقت صلاة الفجر أول ما يطلع الفجر الصادق اللي هو بياض بينتشر في الأفق ده بالعرض طبعا إحنا في المدينة دلوقتي لو حد صحي في الوقت ده مش هيشوف البياض المنتشر ده احنا ممكن نشوفه في الأماكن التي ليس فيها يعني ضوضاء وليس فيها استخدام للكهرباء في الصحراء وما إلى ذلك طيب ده بيدخل وقت الفجر أول ما يدخل وقت الفجر اللي هو الفجر الصادق يبدأ وقت صلاة الفجر أصلي الفجر اللي هو دلوقتي مرتبط بوقت الفجر المدون في النتيجة أو ما إلى ذلك اللي هو الساعة كذا وقت صلاة الفجر وطبعا التوقيت ده التوقيت ده مأخوذ من الشرع توقيت صلاة الفجر الموجود عندنا كلنا في البيوت ده مأخوذ من الشريعة الإسلامية يعني أصلي أو أصلي على حسب الساعة على حسب المنبه اللي عندي وما إلى ذلك أبدأ أصلي صلاة الفجر في الوقت ده إمتى ينتهي بقى وقت صلاة الفجر بطرع الشمس أول ما طلعت الشمس كده وقت الأداء بتاع صلاة الفجر انتهى أصبح الصلاة اللي حانا أصليها قضاء مش أداء الأداء معناه أننا بقد الصلاة في الوقت بتاع في الوقت المحدد ده أداء القضاء أننا بقد الصلاة بعد خروج الوقت ولو كان بدون عذر هيبقى فيه اسم أننا أد الصلاة في وقت القضاء بدون عذر شرعي يبقى فيه اسم لتأخير الصلاة عن وقتها فينتهي وقت الفجر إمتى؟ بدرع الشمس أول مطلعة الشمس وقت الأداء انتهى دخلنا في وقت القضاء وقت القضاء ده معناه لازم أصلي الصلاة بمجرد أني افتكرت أني ما صلتش ولذلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أول ما يفتكر أنه ما صلاش فورا يبادر بالصلاة طيب الفرق بقى بين صلاة الفجر وصلاة الصبح فيه ناس كتير قوي يا شيخ محمد يقولوا هي هي دي ركتين ودي ركتين الفرق بس لها راحت علي يا نومة فلما صحيت صليت الركتين بتوى الفجر هو سؤال جميل جدا وكثير من أستاذ المشاهدين والناس وإحنا بنلاحظ حتى في الأسئلة اللي بتأتي إلينا الناس بتقول وإيه الفرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر وفيه بعض الناس بيعتقد أنه هو لما يصلي قبل الشمس دي الفجر ولما يصلي بعد الشمس ده الصبح لا هي صلاة الفجر هي صلاة الصبح الاثنين بيطلقوا على أداء الفريضة اللي احنا بنصليها يعني ايه يعني أنا لما بصلي أول الوقت اللي هو لما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر دي اسمها صلاة الفجر اللي هي ايه ركتين الفريضة ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صحيح والمقصود به اللي هو ايه القراءة التي يقرأها المصلي أو الإمام في صلاة الفجر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صل سم صلاة الفجر الصبح فجاء في الحديث الصحيح من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يبه هي صلاة الفجر يطلق عليها صلاة فجر وصلاة ايه صبح هذه التسمية لا تختلف في الأداء ولا في القضاء يعني لو أنا صليت قبل ما تطلع الشمس اسمها صلاة صبح وصلاة ايه فجر لو أنا صليت بعد ما تطلع الشمس اسمها صلاة صبح وصلاة ايه فجر الاسمين لصلاة واحدة القرآن قال وقرآن الفجر وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح الصبح